صباح الخير او مساء الخير عليكم ايا كان الوقت اللي انتو تسمعوا في الفيديو. اه برحب بكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجداد. بقول لكم اهلا وسهلا. اه بقول لك لو انت رست جديد معينا واول مرة تسمعنا. اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اه بشكركم اه بحب تعليقاتكم الايجابية. اه اه كمان الناس الابتدعيلي كتير. انا جمان بقول لكم مثل ما قلته ان شاء الله. و اه انا كمان بحبوكو كتير. اه هنقول مع بعض النهاردة التوقعات العاطفية. اه لموليد برج سترطان. ان شاء الله. اه و ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان اه بعد كده هقول التوقعات العامة وعن المال والصحة والعمل. و اه و هتكلم بالتفصيل عن المنفصلين والعوضاء السباب. اه سواء في زواج او لأ في الفترة اللي جاية او ارتباط او في رجوع ولا لأ في الفترة اللي جاية او الارتباط. اه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله. اه نبدأ مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج السرطان. اه هبدأ بالطاقة بتاعتك الاول. اه انا شايفة في طاقتك اه 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 اطاقة بتاعتك حلوة جدا انت عندك عجلة الحظ. اه اه فشكلها فترة جاي لك فيها تغيرات كتير قوي في حياتك في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. اه من الكراءة كمان قدامي ان شايفك انت نفسك نويت تغير حاجات كتير قوي في حياتك في الفترة اللي جاية. اه فدي عجلة الحظ. شايفك كمان برج السرطان. اه ممكن تكون بتتعامل مع شخص من برج الحوت او من اي برج مائي. اه سواء عقرب سرطان حوت. اه الشخص ده ممكن يكون اصغر منك في السن او انت اصغر منه. اه ومن الشرط كمان اصغر يعني ممكن يكون شخص مختلف عنك يعني في طريقة التفكير. يعني ممكن تكون انت عقلك اكبر منه. اه في عرض حب جاي لك. اه وممكن للمنفصلين يكون ده عرض رجوع. اه اللي بعد كده بيقول لك انت جاي لك فعلا عرض عرض قوي جدا في حب في عطاء في رخاء في استقرار اه في حياة سعيدة جدا فيه شخص انت منفصل عنه هو بيرقبك لبعضكو. هو بيرقبك هو ممكن يكون كمان سبب الانفصال كان مدي. اه انا شايفاه بيشتغل على نفسه بيشتغل على العلاقة وعايز يطور من نفسه. عايز يجي لك اه وهو يعني عايز يجي لك فوق وهو يعني هو سابك وهو في حالة وعايز يغير نفسه خالص ويجي لك بشكل تاني خالص وهو بيشتغل على ده حاليا. ده بالنسبة لبعضكو ده اللي موجود في الطاقة عندك يا برج السرطان. الابراج اللي موجودة معي في القراءة برج الاسد. آآ برج العزراء. برج الاسد ظاهر لي مرتين. العزراء. الكوس. الجوزاء. الحوت آآ وبرج السرطان. ممكن بعضكو بيتعامل مع شخص زي برج السرطان برج السور. آآ دي الابراج اللي موجودة معي في القراءة. الطاقات مائية. هوائية. آآ الترابية. والنارية برضو موجودة زي ما قلت في الكوس وفي الاسد. آآ نبدأ مع بعض الكراءة. آآ الكراءة يعني انا شايفة للبعض آآ يعني كتير ظاهر عندي آآ منفصلين. حتى في الطاقة. كتير ظاهر عندي منفصلين. انت في وضع انفصال يا برج السرطان. آآ انت بتفكر في الشريك جدا. آآ بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو. آآ ممكن كمان تكون دي طاقة الشريك. هو كمان بيفكر فيك. يفكر في ذكريات. يعني الاكتر التفكير في ذكرياته او حاجات جميلة حصلت بينكو. الانفصل ده حصل كمان آآ ممكن يكون آآ كان في مشادات آآ كلامية. كان ممكن يكون حصل منك تطاول على الطرف التاني. او الطرف التاني حصل منه تطاول عليك يا برج السرطان. يعني كان فيه يعني آآ كلام حاد. بمعنى اصحة في غضب آآ فيه كلام حاد. آآ فيه مع كده. فيه زعل وفيه ندم. آآ على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت تكون ممكن تكون انت اللي قلته. وآآ فيه ندم كبير. فيه زعل. آآ فيه زعل على العلاقة نفسها. فيه زعل على الشخص نفسه. آآ في آآ آآ زعل على على ذكريات. آآ انت والطرف التاني آآ يعني زعلته قوي على اللي حصل او على الكلام اللي قلتوه البعض. ده للبعض منكم طبعا بس انا بقول الطاقة اللي زهرة قدامي في الوقت الحالي. آآ بعضكم يعني ممكن يكون خصل علاقة ثلاثية. او فيه اطراف تانية تدخلت في العلاقة. آآ انا في العلاقة دي مش شايف علاقة ثلاثية. آآ الطرف آآ تالت عاطفي بشكل واضح. عشان اكون صريحة معاكم. مش طرف تالت عاطفي بشكل واضح. لكن فيه طرف تالي. ممكن يكون الاهل. ممكن يكون الاهل تدخلوا. آآ او للشريك. الكلام ده كان آآ يعني عن طريق آآ مش عن طريق. يعني ممكن يكون كان غلط. يعني حصل آآ آآ يعني فيه امور بالنسبة لكم ما كانتش واضحة. بعد اللي حصل ده كله حصل رحيل. فيه حد منكم طاب العلاقة ويمشي منها تماما بس ماشي هو زعلان. وهو حزين. وهو مقصور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مبسوط ولا رايح لحاجة تانية ولا اي حاجة من الحاجات دي لحد اللي ماشي من العلاقة سواء انتا. او الطرف التاني هو ماشي زعلان جدا. آآ ماشي زعلان وحزين و ندمان على حاجات كتير. ندمان على حب آآ على عطاء على آآ على عشرة آآ عشان كده بقول العلاقة دي فيها انفصال او الطاقة اللي مفتاحة قدامي حاليا هي انا شايفها فيها انفصال آآ شايف الحد ده ماشي. فيه حب عنده قوي جدا. لكن هو عايز يسيطر على مشاعره آآ عايز آآ يعني عايز يخرج نفسه برا الحالة دي عايز آآ ممكن يكون ده انت كمان. ممكن يكون ده انت وممكن تكون شريكك بتتعامل مع برج اسد. آآ 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 عايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وشي يعني عايز تدي وشي تاني خالص وتبين نفسك بصورة تانية خالص لا زعلان ولا مختائب ولا حزين انت مسيطر انت قوي انت يعني عايز تحسس الطرف التاني بحالة وغمود عندك آآ آآ لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع آآ في رجوع آآ في رجوع في حب ومتبادل آآ انت توقع مروح آآ هتحصل آآ يعني هيحصل آآ 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 تواصل تاني في الفترة اللي جاية آآ هيحصل آآ 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 رجوع آآ بشكل افضل من الاول بكتير يعني انت عندك يعني طالع لك آآ يا برج السرطان احسن آآ آآ كرت في العلاقات العاطفية اللي هو التينوف بنتكالس تينوف بنتكالس ده عراقة نكحة مستقرة آآ فيها بتسيب آآ ماضي سيء وشاك جدا كان فيه متاعب ومشاكل كتير جدا كمان انتو بعضكو كان عندكو مشاكل مادية في العلاقة دي كمان آآ كل ده بينتهي تماما في الفترة اللي جاية وهو ما اكيد مش هيكون في النص الاول من ستمبر لكن انت عندك علاقة آآ ممكن بعد ما توصل لحالة الاستشفاء دي او انك تكون مستقر او آآ انك تغير من آآ آآ من من طباعك او انت بتفكر كمان ممكن يكون بعضكو آآ فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة آآ وحبي تغير من شخصيته ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة بس جات عليك بشكل سلبي يعني تكون يديت اكتر من اللازم فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا آآ 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 يعني هتقعد تستنى تشوف الشخص التاني او الطرف التاني هيعمل معك ايه هو الاول هيديك ايه هو الاول هيعمل ايه هو الاول هيقدم ايه للعلاقة بعد كده انت هتكون آآ رد الفعل يعني انت مش تعمل فعل بعد كده ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله وعلى فكرة ده تفكير صح يعني لو ده تفكيرك آآ ده تفكير صح آآ لان هو هيقدم معيك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية آآ بعضكم ممكن تكونوا متبعدين تكونوا في صفر يعني انت في صفر او هو آآ في حد آآ فيكم مسافر او عايز يصافر آآ سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي مشي ده هو مشي آآ لصفر آآ ومشي لصفر ممكن صفره ده العمل او لدراسة آآ بعضكم كمان آآ آآ في حاجات آآ زي ما قلت انت بتدور جوا نفسك انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوا نفسك انت عملت ايه في العلاقة دي آآ هو عمل ايه آآ ايه الاحسن اللي يحصل يعني انت خد آآ لبعضكم هو خد الانفصال او الطاقة دي آآ شوية دخل فيها حاجات ايجابية انه هو يفكر بشكل آآ ايجابي بعضكم زعلان وحزين زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي آآ لكن الاكيد عندي في علاقة حب آآ كارتين بيأكدولي في رجوع لشخص من الماضي آآ في زواج آآ في علاقة بعد ما حصل فيها تدخلات وحاجات آآ آآ صعبة كتير حصلت فيها وتجريح بالكلام ممكن للبعض فيكو آآ يعني الشمس هتشرك على العلاقة زي من تاني اللي على قد ما الكراءة دي آآ فيها كروت آآ زعل وحزن واتقاب و و و و و و حصرة و ندم فيها حاجات كتير جدا صعبة على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني من احلى الكروت اللي موجودة في الطارو آآ موجودة في في القراءة دي فانت هيجي لك بعرض ان شاء الله الطرف التاني او ممكن انت اللي تقدم العرض ده لكن فيها علاقة من الماضي فيها رجوع آآ بالنسبة للعزاب آآ آآ يعني انت ممكن يكون عندك آآ انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكم بيفكر في ارتباط بشخص معين يعني فيه شخص مع معين في جماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شايف اي حد خالص غيره آآ الشخص ده في آآ بينكو ارتباط قريب ان شاء الله يحسن خطوبة هو كمان الشخص ده بيحبك في خطوبة وفي ارتباط وفي زواج آآ بعضكم الشخص ده ممكن يكون هو يعرفه ممكن تكون شخص قديم ممكن يكون شخص انت تعرفه من الطفولة آآ ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل آآ آآ المهم ان هو شخص معروف معروف بالنسبة لك اللي العازبين مش شخص آآ مش شخص جديد الشخص ده بيبدلك نفس الشعور يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا بس آآ لبعضكم هو مش بيبين يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواء لكن هيحصل عرض حب آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله آآ هيحصل ارتباط آآ آآ في زواج آآ العلاقة في ترسيم علاقة في خطوبة آآ للبعض منكم للعذاب اللي المنفسدين بيواجه عامقا القراءة هنا عامة آآ لكن آآ آآ في الفيديوهات اللي جاية هعمل قراءة للعازبين لوحدهم نشوف في ارتباط في الفترة اللي جاية او في حبة او في علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفصلين لو في رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا آآ بواجه عامقا في رجوع آآ في اشخاص هترجع من صفر او انت هتسافر لحد يا برج السرطان آآ في رجوع لاشخاص من الماضي في حياتك واللي عايزبين في ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جدا آآ يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما ما تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجع لك شخص آآ انتو كنت تعرفه بعض قبل كده آآ من فترة يعني او يكون شخص يزميدك في العمل او يكون في نفس محيطك يعني في الحي بتاعك جارك كده آآ شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه هو بيحبك دايما انت بتحبه آآ دي من ناحية القراءة العاطفية النصيحة بتاعتك للفترة دي يا برج السرطان آآ برج السرطان انت بعضكو انا شايفك تعبان جدا ما بتنمش آآ بتحلم احلام وحشة او مش قادر او مش قادر تنام صداع تعب ارهاق آآ انا شايفها الطاقة لبعضكو انت كتير بتفكر في حد من الماضي نصيحتك سبها على الله ما تفكرش في اي حاجة خالص في الفترة دي انت عندك حياة سعيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعضكو عنده الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما آآ ما تفكرش في كل اللي حصل آآ آآ زي ما شفت في الطاقة هنا في قولها سواء التجريح بالكلام ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي تعبك او او مخليك آآ آآ يعني مش عارف تنام آآ آآ ممكن كمان تكون العلاقة السلسية اللي انا شفتها آآ لأ انت عندك مرحلة جاية سعيدة جدا ان شاء الله آآ آآ فيها استقرار آآ 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 شوية هتحس ان في حاجة نقصك آآ لكن استقرار آآ آآ نقدر نقول عليه آآ كويس كويس لحد يعني الى حد ما لحد ما كويس جدا في الفترة اللي جاية آآ آآ حاول بعضكو ممكن يكون بيفكر في حاجة تخص لمادة آآ 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 يعني استشير آآ يعني استشير حد آآ يكون آآ 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 اكبر منك آآ او يكون حد كبير في ليلة أو يكون آآ 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 يعني hills آآ آآ يعني اي حاجة من الحاجات دي المهم انت محتاج انك توسمع لحد آآ آآ يكون عنده حكمة ا عندي حكمة وعنده مش تتكلم مع اي حد عشان انا شايفة بعضكم هنا عنده حيرة فعلا محتار ومش شايف اه محتار بين حتين ومش قادر يختار ومش قادر يقرر فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير اسأل حد يكون عنده حكمة يكون عنده اه يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور اه حد يكون من العيلة كمان اه ممكن كمان يكون النصيحة انك تصلي وتدعي ربنا يعني هو اكبر حد لنا ربنا سبحانه وتعالى انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا هو هينور بصرتك اللي انت مش قادر تشوف بها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله وهتقدر تقرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي. اه الكراءة انتهت اه نوعا ما ايجابية اه بالتوفيق للجميع ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان. اشتركوا في القناة